متابعين الكلام هذا الفيديو سيكون خاص جدا سنضم فيه واحد الأسطورة واحد البروباغاندا ديال الدباب الإلكتروني ديال حضارات الجزائر اللي تنقش معهم أي موضوع وإن كان حول تربية الأرانيب سيقول لكم احنا عدنا الإسكندر احنا عدنا صاروخ الإسكندر احنا عدنا صاروخ الإسكندر اللي غد نحتل به المرك في ثلاث ساعات وغد نضمره بجميع القواعد العسكرية ديال المرك البروباغاندا ديال نظام حضارات الجزائر سيتحطم من خلال هذا الفيديو هذا مع ملاحظة أو تذكير بأن حضارات الجزائر لا يمتلك الإسكندر ولا يوجد أي دليل على أنه يمتلك صواريخ الإسكندر لكن على كلين نمشي مع البروباغاندا ديال الدباب الإلكتروني الجزائري اللي كلما تنقش معهم تقول لكم الإسكندر 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 على كلين الفيديو اللي غد نشوفه متابعين الكرام وهو من أوكرانيا من الحرب الروسية الأوكرانية الأوكرانيين شنو داروا؟ مشاو صاوب واحد مجسم ديال الباتريوت منظومة الباتريوت للدفاع الجوي الأمريكية وهذه المجسمات تسمى بالديكوي شنو هو هذا الديكوي؟ هو مجسمات ديالأسلحة كتوضع في الحروب على شكل فخاخ باش العدو كيسحب لي بأن تلك المجسمات هي حقيقية وكيقوم باستهدافها وكيخسر عليها الذخيرة فهنا في هذا الفيديو متابعين الكرام سنرى الجوج المجسمات كيفما تشوفوهن هذا مجسم ديال قادف الباتريوت وهذا مجسم ديال رادار الباتريوت وعلى ما أدعونا هذين المجسمات إما كتصوب بالخشب أو كتنفخ هذه المجسمات التي تنفخ أو كتصوب بأمور الريحية بسيطة جداً سنرى هذا الفيديو متابعين الكرام ثم معكم بالتعليق فكيفما تلاحظوا هنا الروس كيقول لك هذا الرادار وهذا القاديف لاحظوا معي هنا جيدا هذا الإسكندر هذا صاروخ الإسكندر هو انفجر كيفما تلاحظوا سقط في المكان كيفما تلاحظوا يعني إصابة مباشرة لمجسم إصابة مباشرة لمجسم هنا سنوقف متابعين الكرام هنا سنوقف لأن هنا أسطورة الإسكندر تتحطم لاحظوا معي جيدا هنا سقط الصاروخ هنا سقط الصاروخ لاحظوا معي المجسم الخشبي وكأنه لم يتأثر والرادار الخشبي وكأنه لم يتأثر وكأن لا شيء حصل في هذه المنطقة وكأن لا شيء حصل في هذه المنطقة بمعنى أن صاروخ الإسكندر الروسي الليل بوصبا يتدار معي يقول لك الإسكندر 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 فشل في تدمير مجسم خشبي ديال الباتريوت فشل في تدمير مجسم خشبي ديال الباتريوت نعود لكم لقطة متابعين الكرام بمجسم ديال الرادار كذلك وكأنه لم يحصل له شيء وهنا تنتهي أسطورات الإسكندر تماماً كما حصل مع الاس 400 الاس 400 الذي لم يستطع أنه يحمي الأجواء الروسية والقواعد الروسية والمدن الروسية يوم أمس كان هناك قصف المكتف للأوكرانيين على مدينة البيلوغرود في روسيا كان هناك استهداف مباشر لمباني السكنية للعمارات للبنايات الاس 400 في دار غافلون الآن نرى أن الأسطورة الإسكندر التي كانت يقول بأنها قادرة على أنها تمحي قاعدة عسكرية كاملة من الوجود هذه البروباغانداً له أن صاروخ إسكندر واحد يمحي لقاعدة عسكرية كاملة من الوجود فنحن هنا نرى على أن صاروخ إسكندر لم يستطع أن يدمر مجسمات خشبية أنتم كتشفوا بقى ثابتة في مكانها بالرغم أن الانفجار كان كبير أنتم كتشفوا الانفجار كان كبير لكن وكأن هذه المجسمات لم تتأثر بأي شيء بقيت ثابتة مكانها وهذه المجسمات ليست منظومة حقيقية هذا ديكوي للتمويه لخداع العدو وبالمناسبة هنا الصاروخ الإسكندر الواحد تكلفته 3 ملايين دولار 3 مليون دولار تكلفة الصاروخ الواحد بمعنى أن الروس خسروا 3 مليون دولار على مجسم خشبي بقواقف بلاستو بقواقف بلاستو هذا هو الإسكندر الذي يضع لنا البصبة عرصنا به إسكندر، نحن نغزوكم بالإسكندر ندمركم بالإسكندر، نتلقوا لكم إسكندر مع العلم أنه لا يزال لديهم مقاع ولا دليل على أنه عندهم إلا أنه لم ترون نتجة الإسكندر مثل S400، S300، Pantsir المنظومات الدفاع الجوية الروسية الأخرى التي لم تستطيع حماية حتى العاصمة روسية موسكو الكريملين تم قصفه بطائرات مسيارة انتحارية أوكرانية في ناوة الدفاع الجوية الروسية الله أعلم لماذا نقول لكم يا مساخة الوالدين بأن الحرب ليست نزهة الحرب ليست نزهة وليست لعبة أنت ليس حب لك عندك S300 من الحقبة السوفيتية رغادة الدربية شي حاجة في الحرب ونطلعني في كل السماء وجايب لي ندك 22.70 الصادقة من الحقبة السوفيتية ونقرسك في الغبرة والعجاج في المناورة ونقريحة ونقرأه ونفعله ونحتل المرك الحرب ليست نزهة ومع أمره لا يسهل لها ومع أمره لا يسهل لها هناك العديد من الأمثلة الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الأرمينية وأدربيجان الحرب العالمية الأولى والثانية والألمان كيف كانوا متفوقين هم الذين بدأوا الحرب وكيف تقلبت عليهم الوضعية الحرب هي النفق مظلم لا أقول هذا المثال إذا دخلت إلى الحرب لا أعرف أنك في غادي خصوصاً إذا كنت تنتلب هذه الحرب أما الخزعبالات نحن في نسكندر ونحتلوه في 4 أو 5 ساعات هذه التابعة لا تنطلي سواء على البصبع التابعة على الجزائر المستحمر وكيف تقلبوا هذا الإسكندر من 2018 وكيف تقلبوا هذا الإسكندر لا يعلم أنه لم يكن لديهم وكيف تقلبوا وكيف ترى إسكندر لا يمكن أن يدمر مجسم خشبي من البطريوت مجسم خشبي وكيف تقلبوا إسكندر الذي يقولون قاعدة عسكرية يمحيها من الوجود أين يمحيها من الوجود؟ لم نرى أي شيء مجسم خشبي وكيف تقلبوا نعود الفيديو الآخر أين يمحيها من المرحة؟ انفجار قد 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 ولا شيء ها انفجار ها مكان الإنفجار ها المجسم الخشبي البلسطو ها الرضا الخشبي وكأن شيئا لم يحدث وهذه هي الحقيقة ديال الأسلحة الخردة التي يختبئ من ورائها شنقريحة ونظام حضرات الجزائر والبصبع المستحمر منتبعنا كراما راكم في فيديو قادم